وأسفاه على هذه الأمة التي ضاعت ما استقامت أدري تشعرون أدري الواحد منكم أحياناً يشعر بضيق يجوني كثير من الأخوة المؤمنين الرافضة يقول الشيخنا والله نحس بضيق حتى في عشائرنا في عوائلنا في مجتمعاتنا يحاربوننا كأنهم سوين جريمة إحنا اصبر استقم لا تخليها المشاعر تثبتك تحبطك تحمل ما بين أحدكم وبين أن يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هاهنا ذاك الوقت هناك تفوز يجيك النبي الله 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 الواحد يتمنى الموت والله يشوف رسول الله صلى الله عليه وآله هو بشرة تدري شنو؟ والله الروايات تهز الواحد يعني أنا لما أقرأ هذه الروايات كل شعر في بدني تقف الله شاهد شوف شيء يقول قال الصادق عليه السلام ما يموت موال لنا مبغض لأعدائنا إلا ويحضره رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام فيسرّوه ويبشّروه تغتبط تسر تعرف إن مكانك الجنة ترجمة نانسي قنقر